أكيد المهمة بقت أصعب على المنتخب القطري بعد ما نجح المنتخب الإكوادوري في إحراز هدفه الثاني النتيجة ما تقلقش لكن مستوى المنتخب القطري في افتتاح البطولة على أرضه ووسط جمهوره هو الحقيقة يمكن إلى حد كبير كان مخيب للأمال الإكوادور عموما خلينا نقول لكم في بعض الدول كده في أمريكا الجنوبية بشوفها مناجم دهب لم تكتشف بعد منهم الإكوادور منهم كولومبيا وأعتقد أنه هنتابع ونشوف أسماء كتير جدا ممكن تكون موجودة عندنا في بما أن احنا قريبين طبعا من مركات والشتوي على الأقل ونروح نبص للمدارس دي وعلى كل الأحوال هنتابع معاكم المباراة لحظة بلحظة طبعا ما بيتابعهاش وعلى كل الأحوال قليلا نتكلم أكتر زي ما تابعنا المجموعة A و B مبارح هنتكلم نهاردة على المجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة ونستعرضهم ونشوف المواجهات الصعبة وخصوصا طبعا فرص المنتخبات العربية اللي بتشارك في بطولة كاس العالم مع محل الكور العالمية خالد عامر اللي بيشرفنا النهاردة في أستدسة مسأخيري خالد سلفل دارة العجلة دارة خلاص تمنى تدور بشكل أفضل شوية من الأداء ده النتيجة زي ما أنت ما قلت بالظبط هي مش مقلئة ولكن أول تلاتة وتلاتين ديها منتخب قطر ما جايش خالص كلها ببلالين وكلها كور مش دقيقة يعني تمنى كوزات دفعية سيئة جدا تواجد هجومي شحيح جدا كنت أتمنى العجلة تدور بشكل عربي أفضل من كده شوية لكن متعشم إن شاء الله أنه لشغط التاني الدنيا تزبط شوية يعني كنم رهنين على الأرض والجمهور أن هم يعني يكونوا عامل مساعد لمنتخباتنا في العربية اللي بتشارك في البطولة لكن يبدو إن كورة القدم في مناسبة زي كاس عالم ما بتعترفش قوي بفكرة الأرض والجمهور في حاجات بتبقى عوامل مساعدة زي مثلاً لما لعبنا في البرازيل لما شفنا كاس عالم البرازيل المنتخبات الأوروبية عانت في الأول في بداية البطولة بسبب اختلاف الأجواء والرطوبة العالية اختلاف الحرارة بتاعة البرازيل عن الملاعب الأوروبية خلت المنتخبات الأوروبية تبدأ بداية سيئة شوية باستثناء ألمانيا طبعا باستثناء ألمانيا لا وألمانيا يعني في الأدوار اللي بعد كده تقلقت أكتر في دور المجموعات ما كانتش بنفس القوة وده اللي خلى منتخبات زي كوستاريكا زي المكسيك زي المنتخبات اللاتينية متعودة على الأجواء هي اللي تتقلق أكتر كنت مراهن أكتر على فكرة اختلاف الأجواء الحرارة الرطوبة ما بين قطرة ما بين أوروبا هي اللي تؤثر بس خد بلك يعني بين الخليج وأفريقيا وأمريكا الجنوبية تشبهات كتيرة جدا في حتة الجو في الخليج لا في أفريقيا أوكي في بتاع تمام ومش في أفريقيا كلها طبعا في أفريقيا الشمالية يعني أو في شمال إفريقيا الأجواء قريبة شوية من خلقا يعني اللي يعاني أكتر في أجواء دي ممكن الأوروبيين ممكن أمريكا الشمالية لكن اللي جاي من أمريكا الجنوبية بيلعب فخر وكده ده اللي كنت عايزة أقولهولا كنت مراهن أكتر على الأجواء بس في مشكلتين المشكلة الأولى أنه قطر أصلا عاملة ستدادات عظيمة جدا عشان تبلنس شوية الأجواء فعملة تكييفات مركزية وعملة شغل عالي جدا والحاجة التانية أنه هما في الإفتتاح بيلعبوا الإكوادور اللي أصلا متعودة على الأجواء دي فالأرض والجمهور والكلام ده كله خاصة أننا في كاس عالم مش هيبقى عامل كبير قوي في النتائج ترجمة نانسي قنقر